تشارك أسلحة قوات السلطان المسلحة والحرس السلطاني العماني والكلية العسكرية التقنية ممثلة بأنديتها العلمية وأقسام الابتكار في مهرجان عمان للعلوم لعام 2022 وذلك لتنمية المعارف العلمية وتطوير المهارات التقنية لمنتسبيها وإعداد الكفاءات الفنية لمواكبة ما يشهده العالم من تقدم في المجالات العلمية والتقنية تشارك قوات السلطان المسلحة والحرس السلطاني العماني والكلية العسكرية التقنية في هذه التظاهر العلمية مهرجان عمان لعام 2022 بمجموعة من الابتكارات والاختراعات وأيضا عرض لبعض الأنظمة التي تطبق نظام العلوم والتقانة طبعا الهدف من هذه المشاركة هو إبراز الموهوبين والمختارعين بقوات السلطان المسلحة وأيضا نشط ثقافة العلوم الابتكار لدى منتسبي قوات السلطان المسلحة واجتملت مشاركة قوات السلطان المسلحة في ركن التقنيات العسكرية بالمهرجان على العديد من الورش التفاعلية ومجموعة من الابتكارات العلمية ومعدات واجهزة تعليمية حديثة بالإضافة إلى عربات عسكرية تهدف مشاركة كلية عمان للمراقبة والسيطرة الجوية لأبراز الأدوار المنوطة بالكلية وتمت المشاركة بشاشات عرض ثلاثية الأبعاد تحاكي الواقع الافتراضي لمطار مسقط الدولي بالإضافة إلى جهاز طيران جهاز محاكي لتجربة الطيران تأتي مشاركة الحرس سلطان العماني في هذا المحفل الوطني العلمي البارز من خلال تقديم العديد من الفعاليات والورش والأنشطة التفاعلية الشيقة لزوار المهرجان حيث قمنا بتقسيم الركن إلى أربع مساقات تعليمية مختلفة يقلل لدينا قسم التصنيع وعالم الإلكترونيات وقسم علوم الحاسب الآلي وكذلك مختبر العلوم ويهدف مهرجان عمان للعلوم في نسخته الثالثة والتي جاءت هذا العام تحت شعار بالعلوم نجتمع مجددا إلى خلق اتجاهات إيجابية لمواكبة التطورات والتغيرات المستقبلية وتعزيز الوعي المجتمعي في مجالات العلوم والابتكار ومواكبة التوجهات القائمة على نشر العلوم والتكنولوجيا وربط المجتمع بالقضايا العلمية المعاصرة وتقديمها بصورة تفاعلية تشارك مظلات سلطان عمان بركن التقنيات العسكرية بمهرجان عمان للعلوم بعدد من المعدات المستخدمة بالفريق الوطن العماني للقفز الحر وكذلك المعدات المستخدمة بالتسلق الجبال مشاركة قوات السلطان المسلحة في مهرجان عمان للعلوم تأتي تقسيدا لحرصها الدائم على المشاركة في كل ما من شأنه المساهمة في تقدم الوطن وتطوره ونماءه من مركز عمان للمؤتمرات والمعارض النقيب سعيد بن ناصر الشبيبي ترجمة نانسي قنقر